محمد صلاح قول أبليه صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح مسؤول برشلون يفجر مفاجأة من العيار الصقيل بخصوص مقابلة محمد صلاح وما حدث لا يصدق الفيفا يرشح محمد صلاح للتواجد في التشكيل المسالي العام 2019 نجم مان سيتي السابق يكشف سر تأثير محمد صلاح الهائل في الدور الإنجليزي السلام عليكم ورحمة الله أبلو ندخل في أي تفاصيل عزيز نوصل الفيديو للألف لايك ولو كنت جديد في القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس عشان يوصلك كل جديدنا وما تنسوش الصلاة على النبي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس أسماء 55 لعبا مرشحا لجائزة التشكيل المسالية لأفضل 11 لعبا في العالم بحفل جوائز زبست المحدد لها 23 سبتمبر الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي لفربول الإنجليزي في قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المسالية لعام 2019 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخبر اللي بعد كده نجم مانسيتي الصابق يكشف سر تأثير محمد صلاح الهائل في الدور الإنجليزي أشاد ميكا نجم منشستر سيتي الصابق بالسناء محمد صلاح ورياض محرز متوقعا انحصار سباق المنافسة على الفوز بلقب النسخة الحالية من مصابقة الدور الإنجليزي الممتاز بين لفربول ومنشستر سيتي وقال ميكا في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية الدور الإنجليزي شهد تأثيرا هائلا للسناء العربي محمد صلاح ورياض محرز فرض اللاعب العربي نفسه في الدوريات الكبرى يتعلق فقط بالحصول على الفرصة في المقام الأول ثم التدرب تحت إشراف مدرب قادر على استخراج إمكانيات اللاعب وتوظيف موهبته بالشكل الأمثل وأضاف لعب منشستر سيتي الصابق المنافسة على الفوز بلقب الدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ستنحصر بين لفربول ومنشستر سيتي باعتبارهما الفريقين الأقوى في الوقت الحالي رغم أن هذا الموسم سيكون صعبا ويتطلب من الفريق السماوي بز المجهود أكبر من أجل الحفاظ على ما حققه من بطولات الموسم الأخير الخبر اللي بعد كده مسؤول برسلونة يفجر مفاجأة من العيار السقيل بخصوص مقابلة محمد صلاح وما حدث لا يصدق أصار محمد صلاح نجم فريق لفربول الإنجليزي الجدل حول رغبته في الرحيل واللعب إلى فريق برسلونة الإسباني في الموسم الجديد بعد تواجده في دبي مع إيريك إبدال السكرتير الفني للبرسا وتناولت الصحف العربية والعالمية في الحديث عن وجود احتمالية ليكون محمد صلاح وإبدال متواجدين سويا في مدينة دبي باتفاق مصبخ بينهما ربما للحديث حول إمكانية انتقال الدولي المصري إلى صفوف برسلونة الذي فشل في التعاقد مع نمار دا سلفة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وكان محمد صلاح أكد في بداياته عندما كان لعبا في بازل السويسري أنه مشجع قديم لنادي برسلونة وأكد بأنه يتمنى أن يلعب يوما ما بجانب لونيل ميسي وذلك في حوار تلفزيوني مع الإعلامي كريم حسن شحيطة فيما كشفت صحيفة مرور البريطانية أن نادي لفربول الإنجليزي مستعد لبع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي وذلك لتوفير أموال ضخمة للتعاقد مع كليان من بابي وجادون سانشو أو كاي وتطبيق نفس خطة بيع فليب كوتينيو من قبل في عام 2018 بالاستفادة من أمواله بشراء ألسون ثم فانداي وأوضحت أن الخطة تأتي من المدير الرياضي لفربول مايكل الراغ في استقلال أموال بيع محمد صلاح لشراء كاي التي سجل 17 هدفا مع باير ليفاركوزن في الموسم الماضي ويبلغ من العمر 20 عاما مع من بابي وسانشو وده كان ملخص أخبار اليوم لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر